يسعد صباحكم معنا جديد جولة الصحافة حسام صر معنا بالستيديو يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا بجولة جديدة في أخبار الصحافة نبدأ جولة اليوم مع تقرير عده سامر قطري في موقع تلفزيون سوريا بعنوان أكثر من ربع السوريين ذو إعاقة من يدفع كرسي سوريا المتحرك تحدث من خلاله مع عدد من الحالات التي تعاني من إعاقة بسبب إصابة حرب أو عمل خلال تغطية أحداث خلال القصف أو القنص وغيرها من العديد من المصابين حيث عبر عدد من المصابين عن الصعوبات التي يواجهونها سواء في التعليم أو العمل وقالت الأمم المتحدة في تقرير إن 28 في المئة من السوريين في الداخل هم من ذوي الإعاقة وتشمل هذه النسبة الإعاقة الذهنية والنفسية والتي نجم معظمها عن الإصابة الجسدية أو نتجت عن ظروف الحرب التي عاشها هؤلاء ويشير تقرير الأودشا عام 2020 إلى أن 36% من النازحين السوريين هم من ذوي الإعاقة يعني العنوان من يدفع كرسي سوريا المتحرك فعلا مؤثر جدا لأنه عدد كتير كبير حتى من منظمات منشوفة أنه إعاقة حتى النفسية كتير كتير المشاكل النفسية كترانة ففعلا التقرير كان كتير كتير صحيح وتضافر جهود هذه المنظمات والجمعيات لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة خاصة أنه شفنا كتير بالتقارير السابقة ناس عندهم يعني ما استسلموا لإعاقتهم بالعكس عندهم كتير تحدي لهذا الظرف وحب للحياة وعم يشتغلوا وعم يطلعوا لقمة عيشهم بكل تأكيد أيها بالإضافة التقرير توسع كتير من خلال المقابلات ومن خلال الإحصائيات كتير حالات إنسانية قبل التقرير وسامر قطريب صلت الضوء عليها أنه في أشخاص ما بقدروا يتعلموا لأنه صعوبة الحركة ما بيمتلكوا مثلا كرسي متحرك حتى يروحوا أو يرجعوا إلى المدرسة وكذلك صعوبات العمل منه ومن فقد أطراف وهن المعيلين لأسرهم الحاجة كتير كبيرة مثل ما ذكرت أيهم لمنظمات لرعاية وتأهيل هؤلاء الأشخاص اللي هن بشكل مباشر أو غير مباشر بذنب أو بدون ذنب فقدوا جزء خلينا نقول من جسدهم أو تعرضوا لإصابات أو كدمات أو ردود نفسية وجسدية نبقى في سوريا أعلنت المؤسسة العامة للمطبوعات التابعة لوزارة التربية التابعة للنظام عن رفع أسعار الكدب المدرسية للمرحلة الابتدائية إضافة إلى مطبوعات الوزارة الخاصة بالمعلمين وتسجيل الطلاب للعام الدراسي الحالي على الرغم من أن التعليم في هذه المرحلة وفق الدستور مجاني وألزامي وحكومة النظام تتحمل تكاليفه بحسب ما رصد موقع تلفزيون سوريا عن وسائل أعلام محلية ووفق التسعير فإن نسخة كتب الصف الأول بلغت نحو 35 ألف ليرة سوريا ووصل سعر نسخة الكتب المدرسية للصف التاسع إلى نحو 57 ألف ليرة سوريا وأثر قرار رفع سعر الكتاب المدرسي بالإضافة إلى القرارات الأخرى المتعلقة بالأقصاط الباهظة مخاوف المواطنين من رفع الدعم عن التعليم في ظل توارد أنباء تفيد بتمهيد لرفع الدعم عن هذا القطاع تمهيد هو فعلا مثل ما الناس خايفة لأنه مو معقول موصل لمراحل ابتدائية حتى يكون الموضوع كل مرة فيه رفع بشكل جدا صعب على العائلات وكما صعب أن الطفل يتسرب من ظهر ومن المدارس فمشكلة كتير كبيرة نحن عم نروح إلى مكان عدد كتير كبير من الأطفال رح يكونوا محرومين من حق أساسي من حقوقهم لسباب تافه هو سبب المادي استغلال مادي مش أنه الوضع المادي سأفيه استغلال ساير برفع أسعار الكتب برفع أسعار مواد الدراسية يعني شانتما يشترو كتب كتب كتير قديمة تماما كتب قديمة ووصل الحايمكين تم طرد بس الفولار والحركات المظاهر بالإضافة لهذا الشيء حكومة النظام بررت أنه هي رفعت سعر الكتب أو حددت تسعيرها جديدة للكتب لأنه الكتب القديمة عندها هي خلينا نقول مهتريئة فبدا تتلفع وكمان بررت تبرير هو يعني مستغرب مشانطالب يحافظ على الكتب تبعيته حتى ما يهرية خلينا نقول من خلال الدراسة أو من خلال أي أفعال أخرى بس هذا الأمر يعني كتير مثل ما ذكر الخبر أنه خوة في الأهالي أنه يرتفع الدعم عن التعليم فإذا هذا الأمر حصل في المستقبل القريب أو حتى البعيد يعني بحسب الواقع الداخل السوري فهذا رح يكون مثل ما ذكرت يرى دام كارثة حقيقية دام جيل كامل خلينا نقول نسبة كتير منه ما رح تقدر أنه تفوت أطفاله على المدارس بسبب الأقصاط الباهضة وإلى صحيفة عن البلدي أعد حليم حمد تقريرا بعنوان رياض الأطفال في درعة حكر على المغتدرين صلط من خلاله الضوء على معاناة الأهالي لتسجيل أطفالهم في رياض الأطفال أمام الأقصاط المرتفعة وقال الأهالي في التقرير أن الأقصاط السنوية للطفل في الروضة لا تقل عن مليون لرسولية خلال العام الدراسي وهو ما يفوق قدرة معظمهم في حين بررت إدارات ورياض الأطفال لارتفاع الرسوم إلى ارتفاع أسعار القرطاسية والسيارات لنقل الطلاب وأمام ارتفاع الأسعار هذا لم يستطع كثير من الأهالي إرسال أطفالهم إلى رياض الأطفال كمرحلة تمهيدية قبل دخولهم المدرسة رغم علمهم أن هذا الأمر سيؤثر على أطفالهم عند التحاقهم بالمدرسة فعلا أساسا أنه يروح الطفل على رياض الأطفال أو على الروضة كلها تمكن دخلنا ونعرف أهمية أنه تأسيس الطفل بهذه المرحلة هي مرحلة تمهيدية تماما هلأ هو طول عمر غالي يعني معروف أنه الروضات الخاصة بس هلأ في مبالغة كبيرة يا حسام بالأسعار وغير منطقية صحي مبس للأسعار ومبس للتمهيد كمان الأب والأم مضطرين بالظروف الاقتصادية هاي الاثنين يشتغلوا تماما مضطرين فمضطر الطفل يكون بالروضة تمهيدا مثل ما ذكرته وحتى الأهل يقدروا يشتغلوا لحتى يقدروا يعيشوا الأساسيات يعني كله ضغط بصراحة غير مقبول أبدا على العائلات السورية يعني الفكرتين هنن صحيحات وبالفعل يعانوا منها الأهالي ولكن أيهم أن حكومة النظام أو مسؤول عن ملف التعليم بوزارة التربية تقلل تصريح سابق قال أن هنن حددوا التسعير ولكن ممكن المدرسة الخاصة أو روضة الأطفال هي يكون في اتفاق بين وبين ولي الأمر يعني ما في إلى ضوابط خلينا نقول يعني مثلا في روضات أطفال مع مواصلات في بدون مواصلات في وجبة أكل في غير وجبة أكل ولكن أقل روضة مليون نحكي تقريبا لعم دراسة 9 شهور نحكي عن 150 ألف ليرة شهرية راتب الموظف 100 ألف ليرة صحيحنا أكتر من مرة فهذا الشي ضغوط عم بيصير عند الأهل بإضافة إذا الطفل يعني في جملة أنا بالتقرير بصراحة أنه لفتتني أنه أنه بيعرفوا أنه إذا ما دخل ابنهم على رياضة الأطفال رح يأثر على نفسيته هو بده يدخل الصف الأول بالتعليم الإلزامي ورغم هيك ما نقدرانين يدخلوا يعني أنه أنت خليك في البيت يا أبني ما رح قدر أنا فوتك على الروضة بس أنت بدأت تفوت بالصف الأول في طلاب معاك من سنة وسنتين قبل هنا بالروضات بيعرفوا خلينا نقول لغة المدرسة كيف التعامل مع الأطفال كيف التعامل مع المدرسين كيف هو الطالب رح يفوت ونسبة كتير كبيرة للأسف رح تفوت هنا ما نعرفاني شي رح يفوت على مدرسة أمه أو أبو يتركه برات المدرسة هو بتفاجأ بمؤسسة كاملة متكاملة هو لحال هذا الشي رح يكون له تأثير نفسي كتير كبير على الطالب ممكن يستمر معه على مدى سنوات لحتى يستوعب أنه هي مدرسة وهو إلى آخرين فنحن نتمنى يكون في شي لهؤلاء الأطفال لرياض الأطفال لحتى يندمجوا بمجتمع المدرسة قبل دخولهم إلى بشكل رسمي ومن أخبار سوريا إلى أخبار الفن تثور الحديث عن الوضع الصحي للفنان عاد الإمام خلال الفترة الأخيرة خاصة إنه غائب عن الشاشة منذ عامين وعات الدولة العديد من الصفحات العالمية في مصر خبر إصابته بالزهايمر الأمر الذي نفاه شقيقه عصام إمام عبر اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي وأضاف بحسب ما رصدت صحيفة القدس العربي أنه كان برفقة عاد الإمام وكانا يتحدثان ويمزحان ولفت نقلا عن عاد الإمام إلى أنه في السابق ظهرت إشاعات عن موته أكثر من خمس مرات وعن سبب عدم خروجه لطمأنة جمهوره قال عصام إمام إن شقيقه قليل الظهور في البرامج والمداخلات وتعليله لذلك أن أعماله هي التي تتحدث عنه مشيرا إلى أن العائلة كانت تنزعج في الماضي من مثل هذه الشائعات لكن الآن بات الأمر عاديا يعني يعني معروف عاد الإمام أنه ما بيطلع بيكذب الشائعات مثل ما ذكر أنه كل كم سنة يطلق أنه خبر وفات أو شيء فهو ما بيرتع لهذه الشائعة بس يمكن شائعة الزهايمر نسبه لفيلم اللي طلع فيه من فترة بيحمل نفس الاسم مية بالمية هو أكتر تم تدوله أنه عاد الإمام المسر بفيلم الزهايمر هو أصيب بالزهايمر وفي أعلان مصري غايب اسمه إمكان الباز أو هيك شي قال أنه عاد الإمام أصيب بالزهايمر وهذا الشيء خلى كتير وسائل أعلامية تدول بمصر ولكن نفى هذا الشيء مثل ما شفنا عصام الإمام وظهرت قبل ما فوت على السيديو صورة لعاد الإمام هو هلأ بمكان إقامته بالقاهرة أو بالغداء اللي هو موجود مع أبنه مع محمد إمام هاي بتكون أجوبة من دوم ما تكون بشكل مباشر وما في داعي يرد على الإشعاعات هاي كانت جولتنا لليوم بلقاكم بكرة بجولة جديدة وأخبار جديدة شكرا لك حسام شكرا لك